المترجم للقناة كما تعلم كتل الأطفال والنساء في قربلاء لماذا لم يستخدم الولايات التقونية التي أعطاه الله إياها وينجي هؤلاء الأطفال والنساء وإذا لم يستخدم هذه الولايات التقونية متى يستخدمها أليس بذلك يكون ساعد في قتل الأطفال وسبي نساء آل البيت كما يقولون نعم ساعد اليوم اليوم أسمح لك تفضل تفضل أجل نعم اليوم الحشرحي السلام الدولة لم يقتل بهذه الفكرة الشنيعة ودولة لم تسبع النساء وتوذل أطفال لما يخلط لما يفاركه طيب جميل يا شيخ إحنا عايزين ذكرك أنت كمان يكون موجود ممكن تاخد زوجتك وعيالك وتطلعه تنتحره في المحيد أو ترموا نفسكم الدور السابع أو أي شيء علشان نتذكركم برضو مقتد بالإمام سلام الله عليكم لا ما هو الزيق يا شيخ ما هو يعلم الغير وعنده ولاية تقونية ولم يستخدم هذه الولاية هذا ليس بنتحر طيب لي يا شيخ يعلم أن النساء قالي البيت سيكونوا سابي عند يزيد كما تزعمون ويعلم أن الأطفال ستكتر ويأخذهم معه ويسر ويأخذهم معه هما بالفعل تنكر تنكر أسر النساء ومع يزيد تنكر مش مسألت سابي النساء دي مسألت المسيوة الأكبر الحسين كان يعلم ذلك وخدهم معاه لي يا سماحت الشيخ أبو علي لي يا أخو أنت لو تعلم أن فيه نس اسمعني يا شيخ أبو علي لو تعلم أن أنت ستمر من طريق بسيارتك وفيه لصوص سيصرقون زوجتك وإنت عارف أنه هيسرقوا زوجتك من هنا هيأخذوا زوجتك من تمر برضو من هذا الطريق والله عجيب هذا الكلام عجيب عجيب ما الربط بين اللصوص وبين استشهاده للحسين حيث السلام الربط أن الحسين عليه السلام يعلم الغيب ومعه ولاية تكوينية يستطيع أن يدفع عن النساء والأطفال وهو يعلم الغيب أنها يحدث لهم ذلك أخذهم ولم يستخدم الولاية التكوينية فساعد في قتلهم وسبيهم مرتين الإمام الحسين عليه السلام يبايع يزيد يبايع يزيد يا شيخ أنا ما بكلمكش على البيع الآن أنا بقولك لماذا لم يستخدم الولاية التكوينية أنت بتقولي الآن يا حسين أغيثني كيف يغيثك ولم يغيث الطفل ولده لا الإمام الحسين بإمكانه بإمكانه لكن لكنه إتل الإمام الحسين وسبي النساء حتى يخلد يا شيخ هذه مصيبة هذا تعنف الحسين وتعنف آل البيت يعني الحسين علشان اسمه يخلد يقدم النساء آل البيت سبي اتقل لا يا شيخ أبو علي كافكم تعنف آل البيت إنسان إنسان يصلي يصلي الواجب وإنسان يتهجد في الليل هل 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 سواسي أمام رب العالمين لا ليسوا سواسية ليس سواسية طب أنا مالي ومن يتكلام لحد أقوله ده بالأطفال والنساء وبنفسه على أن تبقى له له المكانة لكل مكانة وبدأناها بكمش عظيم وبدأناها بكمش عظيم من هي الفدية؟ من هي الفدية؟ الفدية الحسين؟ من هي الفدية؟ الحسين؟ نعم 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 أم عليش والله أنا قدت أبويا قدت أنا متعلم ونصغير أنه هو إسماعيل أنا آسف يعني الآية دي نزلت في الحسين سلام الله عليك نبي نبي إسماعيل له فدى لما له فدى من الذي فدى؟ الآية دي نزل في إسماعيل ولا في الحسين عشان أبقى عارف بس نزلت عند نبينا إسماعيل عليه السلام لكنه لكنه شنه من الفداء؟ من الفداء؟ الله يهديك يا شيخ أنا شايف حضرتك يا شيخ أبو علي أنا شايف حضرتك لحيتك بيضة وشايف حضرتك عدت من العمر سبعين سنة متى تفيق من الغيبوبة اللي انت فيها يا شيخ أبو علي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين ستين والسبعين وقليل من يتجاوز وأنا والله أدعوك لذلك أن تترك دين الإمامية هذا الدين الوثن الذي يطعن في آل البيت دين لا يقبله أي إنسان عاقل والله يا شيخ أبو علي يعني أترك أهل البيت لا والله والله ما بتترك آل البيت بتترك هؤلاء الكم والمجلس والطوس هؤلاء المجوس قال البيت ما كانوا ينتحرون ما كانوا يعلمون الغيب ما كان عندهم لا يتكون يهو ويتركون نساءهم يا شيخ انت كل صفحتك فتاوى من السستاني انت خدت إيه من السستاني ايه انت خدت إيه من السستاني كل صفحتك فتاوى منس أنا أريدك أن تترك السستاني شوف علي رضي الله عنه لابد أنك تقول علي ان ضربت زوجته والحسين انت قدمت زوجته سابي والحسن شرب السم وزوجته أسائته كله طعن في آل البيت كده شيخ باو علي اشجد ادنا بالعراق من ابناء العامة المهم المهم يا شيخ ابو علي ما عالش اسمعني اسمعني أنا أريدك بس تفكر يا شيخ ابو علي أريدك تفكر هذا المعتقد المعتقد والثاني معتقد والله الحسين بريء منه ورب الكعبة أريدك تفكر في كلامي ولعل الله يصلح حالك يا شيخ الحسين حي يرزق يعني انتو أدخلتو في القبر وأغلقتو عليه القبر هو حي الآن هات آية من القرآن تقول ذلك اكرأ الآية القرآنية الشهداء أحياء لم أحياء اكرأ الآية القرآنية الشهداء اكرأ الآية قرآنية جاوني 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 حي سوال حي سوال الشهداء أحياء عندك دليل من القرآن على هذا عندك دليل من القرآن على أن الشهداء أحياء يعني الشهداء ليس بأحياء مات الآية اللي حدك خايف تكراها أحياء عند ربهم والله قال يرزقون مش يرزقون فحياء غير حياة الدنيا بدليل أن الشهيد بتتزوج زوجته بتقسم تركته بعد أن يموت فهو حي عند ربه الحسين كان حي بيننا ولم يستطع أن ينجي الأطفال والنساء فكيف الآن وهو ميت وعند ربه ونحسبه من الشهداء رضي الله عنه ونسألها أن يحشرنا معه في الجنة فكيف ينفعك الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان حي لو واحد ندى عليه من بعيد يعني واحد في مصر والنبي حي حينما كان حي صلى الله عليه وسلم في مكة لو واحد ندى قال يا محمد النبي كان يسمعه في مكة هذه حالة خاصة هذه حالة خاصة ورد فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي كانت بتنادي النبي من وراء الحجرات كانوا بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى السلام ما معنى السلام اللهم صلي وسلم على محمد هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مهم يا شيخ بالله عليك يا شيخ ابو علي أريدك تفكر في اللي انت قلت دلوقتي والمصيبة المصيبة الطامة نحنك بتقول الحسين علشان يخلد اسمه قدم نساء للبيت سابي وقدم الاطفال ان يقتلوا من اجل ان يخلد اسمه هذا عياذا بالله انت بتصف الحسين بالكبر عياذا بالله فكر في اللي انا قلته لك واسأل ان يهديك يا رب وان يشرح صدرك الى الحق يا شيخ ابو علي هذا رأيك من كان على منهج البيت حي مرضوصة والسلام والله سبحانه وتعالى جعله رجائة منهج البيت هل الاهل البيت كانوا يتمسكون بالقرآن يا شيخ نعم حضرتك حفظ القرآن ما شلون حفظ القرآن حضرتك حفظ القرآن زي ال البيت لا لست ممكانة للبيت عليهم السلام لستوا بحضرتك يعني اللي بيحفظ القرآن فقط آل البيت احنا عندنا اطفال اهل السنة يحفظونا القرآن يعني واذا هو كنا استغلق القرآن والقرآن لحدهم حيوة ده اللي انتو حفظينه كل ما نقول لمعامم انتا لي مش حفظ القرآن يقول رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن ده اللي انتو حفظينه فقط مع انه مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب يا شيخ هل الحسين ذكر في القرآن الكريم؟ إمام الحسين ذكر كلمة إمام ذكر كلمة إمام ذكر يدعون الى النار؟ ماذا؟ يدعون الى النار؟ وهي نيل تقصدها؟ امام يدعو لا مش انت بتقول ذكر لفظ الإمام في القرآن؟ ايه؟ فين؟ كلمة الإمام؟ يعني انه لا تقول حفظ القرآن حفظة الله يهديك يا رب اسأل الله ان يهديك يا رب اسأل الله ان يهديك وان يشرح سلام انت مش حفظ الآية كمان؟ انت حافظ كله الله وأحد؟ حبيبي لا من يقول حفظ كله الله أحد؟ انت حفظ ر Hari har ifMiss ماذا حفظ كله الله أحد؟ ما هي شيخ؟ انت بتعتقد اهل السنة مسلمين? حضرك بتعتقد اهل السنة مسلمين يا شيخ ابو علي? اهل السنة مسلمين? اهل السنة مسلمين? اهل السنة مسلمين? طيب. طيب يا شيخ ابو علي ما جاء في ما دليل دليل ماكو دليل. انا عندي دليل يا شيخ. عندي دليل. انا عندي دليل بقى على عندي دليل على قفر الشيعة. اجيب لك دليل واضح على قفر الشيعة? تب اسمع اسمع يا شيخ ابو عال اسمع ما جاء في سورة المزدلفة ان الذين كفروا سيدخلون جهنم خالدين فيها بما كانوا يقفرون هذه نزلت في الشيعة ولا لا لا نزلت في من نزلت في من نزلت في الشيعة ولا في المشركين الشيعة كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزلتها يا شيخ دي مش آية في القرآن ولا في سورة اسمعها المزدلفة عندك سبعين سنة وكمان مش حافظ اسمع سور القرآن يا شيخ ابو علي ما تتفيك يا يا شيخ ابو علي والله انت على الهاوية والله انت على ليس دين البيت والله قال البيت كان يعلمون القرآن واسمي سور القرآن افك يا شيخ ابو علي على كلامك ما ارى انا اختبرتك يا شيخ حتى اسامي صور الكرآن مش حافظها اسأل اللي اهديك هذه لعلى يا شيخ ارسم من ودنك لعلى اكتفق يا شيخ ابو علي واسأل اللي ان يشرح صدرك جعلت تجول كلام من شيخ عدود اختبرتك شكرا يا شيخ واسأل الله ان يهديك يا رب ان يشرح صدرك وان شاء الله لعلت نتواصل مرة اخرى تكون حضرتك اقوى من ذلك نسأل الله أن يهديك رب شكرا لك يا شيخي بعالي أنا مش بابا يا عم أنا مش بابا يا شيخي بعالي شكرا متى يفيك هؤلاء يا إخوة وأشربوا في قلوبهم العجل بإيه بكفرهم كان حد يتوقع أن هؤلاء بني إسرائيل يعبدوا العجل كان حد يتوقع أن أمثل هؤلاء عندهم حالي فوق السبعين سنة اللهم هديهم نسأل الله أن يهديهم وأن يشرح صدرهم إلى الحق صدورهم إلى الحق نولي ذلك والفقدر عليك كان معكم معامل الشيعي يسمى بأبو علي العمار